طيب طيب خلنا نرجع شوي للمبارات الأمس أبو فيصل لو سألتك من اللي أشعل الفتيل الأحداث المؤسفة اللي حصلت من أي جانب بدأت بعض جماهير الاتحاد بعض جماهير الاتحاد طيب جماهير الاتحاد تقول أن جماهير الاتحاد تقول أن جماهير الاتحاد يستفزيتونا لما سجل إدواردو لما سجل إدواردو تمام طيب جماهير الاتحاد الآن تتهم الهلال بأنها استفز المدرج الاتحادي أو استفز الجمهور الاتحادي أو الكيان تمام؟ العكس أيضاً بندر أنا أتكلم عن كيف ممكن نربط بين طيب أنت بندر لو أنك لعب أو أي واحد لعب وموراه هامة والحكم يأمر باستمرار اللعب ولا عندك مشكلة وجيتك الكورة قدام باب الخاصة ماذا بتسوي؟ ماذا بتسوي لو أنك أيضا شتت الكورة بره جمهور فريقك اللي أنت تلعب له ماذا بيسوي فيك؟ ماذا رد تفعله كمان؟ اللعب بعد مهور غبي يا أخي أنا مدام في الاتحاد في النصر في الهلال في أي نادي كان أنا مدام أن اللعب مسموح وأن هذا الأمر قانوني أنا ما يعنيني يا أخي بعد تفسيرات الجمهور الأخرى هدف إخلاقي أو لا أنا أريد أن يكسب فريقي بأي طريقة يا ما شاهدنا طال عمرك لعبين وفرق تكسب بأهداف غير قانونية مش بالطريقة اللي سجل فيها إدواردو لذلك أنا أقول من حق جمهور الاتحاد أن يخضط ولكن ليس من حق بعض الجمهير الاتحاد أن تتصرف هذه التصرفات أو حتى الجمهير الأخرى في الأندية يعني في الجمهير الأخرى في الأندية الأخرى مش معقول أنه واللي شاهدنا والبارح الحقيقة لا يليق في الرياضة السعودية وأنا أعتقد أنه لو بتطبق النظام بشكل يعني حازم أنا أعتقد أن الاتحاد رح يتضرر بشكل كبير جدا طيب ليش الكل كل الأطياف ليس فقط الأطياف الاتحادية أو الرأي العام الاتحادي هاجم أمس الهلال على بعض التصرفات التي حصلت بداية من إدواردو أنا أسألك الآن أبو فيصل من الاتحادين أنفسكم؟ الاتحادين وغير الاتحادين الاتحادين طبيعي أنا أقول الاتحادين لهذا لهذا الاتحادين أمر طبيعي فتصور يعني إذا فزت بتقطع مشوار يعني يقربك لللقب ثم يأتي فريق يعني يعني يبعدك عن المنافسة بشكل كبير طبيعي جدا وما لهم الاتحادين حتى لو غضبوا حتى لو بعضهم يعني خرجوا طب غير الاتحاديين غير الاتحاديين لأنهم أساسا هما يكرهون الهلال طبيعي جدا يكرهون الهلال ليش؟ أرجع لشبكات التواصل وشي اللي يكتب فيها واشخاص وعلاميين وحتى بعد مسؤولي أندية بل بعض اتحاد يمكن في عضاء في الاتحاد السابق أيضا حكام طبيعي جدا ولا حد يلومهم على أنهم يكرهون الهلال أبدا لا حد يلومهم لماذا؟ لأنهم يمكن معاناتهم عن نادي الهلال أو أنهم يعانون من نادي الهلال طبيعي جدا على فكرة أنا أضربك مثال الآن في ريال مدريد مثلا يمكن في اسبانيا في ليفربول في إنجلترا يعني يكتب عنهم شيء يعني أنت يكتب عنهم شيء لا يمكن حقيقة أن يقال ليش؟ لكن لأنه مثلا ريال مدريد يعني نادي كبير في اسبانيا أيضا ليفربول لأندي الكبيرة فطبيعي جدا على فكرة من السهل جدا أن تشكك في إنجازات الآخرين أو في قيمة الآخرين ولكن من الصعب جدا أن تثبت لا يمكنك أن تشكي 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 تشكي